سلطة لم تأتي بشرعية الصندوق ولا رأي الشارع بل أتت عن طريق دبابة أمريكية قويت بعد ذلك بنفوذ إيراني سلطة كهذه لا تعرف طريقا للحكم سوى الدم ولا سبيل للحفاظ عليه سوى القمع والاغتيالات والاختطاف أنموذج ميليشيات الدولة أو دولة الميليشيات لا يمر أسبوع حتى يصح العراقيون على خبر مفجع بمقتل ناشط أو متظاهر أو حقوقي وآخرهم كان علي كريم الذي عثر عليه مقتولا بعد اختطافه في قضاء الزبير بالبصرة الناشط المغدور هو نجل المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة البهادلية التي كرمت نهاية العام الماضي لجهودها الحقوقية وموقفها الرافض لسياسة القمع والقتل التي مورست ضد المتظاهرين علي كريم لحق بإيهاب الوزني وجاسب الحطاب وغيره العشرات الذين وجدوا أنفسهم عزلاً أمام سلطة تتسلح في النهار بقنابل الغاز المسي للدموع وفي الليل بالكواتم حتى أضحى العراق مضرجاً بدماء الناشطين والمتظاهرين الذين ترتفع أعدادهم يوماً بعد آخر حكومة الكاظمي وقبله عبد المهدي تحاول أن تدفع التهمة عن نفسها بالتعهد مراراً بالكشف عن القتلة وما إن تسقط ضحية أخرى حتى يتجدد الوعد فينسى السابق وكأنها فرضية الطغاة الأزلية اقتل حتى يصبح الموت معتاداً وينسى أولياء الدم مصابهم نشطاء في التظاهرات يؤكدون أن الحكومة وأجهزتها الأمنية متواطئة بعمليات الغتيال إذ تعرف القاتل رسماً واسماً لكنها ترفض الإفصاح عنه بل قد تتيح له فرصة الهرب خشية من نفوذ الميليشيات وتواطئاً في الوقت ذاته ضد من ينشد التغيير في بلد عاد به حكامه مئتي عام إلى الوراء شهيد آخر ولا عدالة في الأفق وفي ظل استمرار عمل آلة الميليشيات الدموية لا يتوقع للعراق أن يخرج من النفق طالما اكتفى العراقيون بالنحيب على موتاهم